اول تعليق للفنانة ناهد السباعي بعد وفاة والدتها ناهد فريد شوئي اهلا بكم متابعين قناة صيف ترينت نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة ناهد فريد شوئي واللي رحلت عن علمنا النهاردة صباحا ونشرت ناهد السباعي صورتها مع والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت وعلقت عليها وقالت البقاء لمن له الدوام توفيت الى رحمة الله امي وكل حياتي ناهد فريد شوئي الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد امام هايبرون البقاء والدوام لله وحده وطبعا رحلت المنتجة ناهد فريد شوئي النهاردة صباحا عند عمر بيوناهز 73 عام واللي اعلنت خبر الوفاهية الفنانة ايا سماحة زوجة ابنها وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت الى رحمة الله امي الثانية ناهد فريد شوئي ان لله وان اليه راجعون وبرضو كشفت على موعد ومكان صلاة الجنازة وقالت صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد وناهد فريد شوئي تبقى بنت الفنان فريد شوئي والفنانة هدى سلطان والدت الفنانة ناهد السباعي وتبقى اخت رانيا فريد شوئي اتولدت ناهد فريد شوئي في خمسة وعشرين اتناشر الف تسعمية وخمسين وانتجت ناهد فريد شوئي العديد من الاعمال السينمائية وتلفزيونية اللي اصبحت ايقونة في الدراما ومنها مسلسلات او مسلسل لن اعيش في جلباب ابي وحديث الصباح والمساء ونونة شعنونة وطبعا اشتغلت في عمال تانية كتير جدا زي هستيريا وغمضة عين واللعبة امريكاني